أعزائي في صف الثالث ثانوي بفرعيه العلوم العامة وعلوم الحياة بعد أن قمنا في الفيديو السابق بدراسة مقدمة عامة عن الخيال يمكننا اليوم أن نبدأ بدراسة أولى النظريات الفلسفية التي تناولت موضوع الخيال وتوسعت بدراسته وهي النظرية التجربية فهذه ليست المرة الأولى التي نتعرف فيها على المدرسة التجربية وعلى أرائها فقد تعرفنا على أراء هذه المدرسة في عدة مواضيع سابقة سبقة ودرسناها كموضوع الميول مثلا فهذه المدرسة ترد كل المواضيع التي تدرسها إلى التجربة فكل الحياة النفسية وكل قدرات الإنسان تعود إلى التجربة السابقة بنظرهم فبداية إذن لابد أن نعرف أن هذه المدرسة التي ازدهرت في القرن السابع عشر في إنجلترا خاصة تأثرت بأراء علماء النفس الكلاسيكي الذين كانوا يفسرون الحياة النفسية باللجوء إلى مفهوم الصورة الذهنية فما هي الصورة الذهنية؟ بنظرهم الصورة الذهنية هي هذا الأثر المادي المنطبع في الدماغ بعد غيبة موضوعات الإدراك قد يكون الكلام هنا صعبا بعد الشيء وقد نسأل ما المقصود بالأثر المادي فالأثر المادي المطبع في الدماغ يشبه بنظر التجريبيين ذلك الأثر المادي الذي نراه على الأسطوانة التي بواسطة هذه الأثار نعرف بأن هذه الأسطوانة تحمل المعلومات أو الموسيقى أو غيرها نعم غريب هذا الفكر قليلا لأنه لا يمكننا اليوم ومع تطور العلوم أن نستوعب بأنه ممكن أن يكون هناك أحدا يعتبر بأن المعلومات والصور ممكن أن تبقى في أدمغتنا كبقايا ماديا فهذا لكي نعرف كم تطورت العلوم والأراء الفلسفية مع الزمن إذن ذهب التجريبيون مذهبا مماثلا في تفسيرهم لطبيعة التخيل واعتبروا أن التخيل شأنه شأن سائر قوى النفس الداخلية يرتد بطبيعته إلى الصور أو تلك الآثار المتبقية عن الإدراك الحسي ففي كل مرة أتخيل شيئا ما أو صورة ما أنا أعود إلى صور أدركتها بواسطة حواسي في الماضي أي أن الصورة المتخيلة لا تأتي من عدم بنظر التجريبيين بل من صور سبق والتقطها وحفظتها في المخيلة أو في الدماغ لهذا نستطيع أن نعتبر انسجاما مع رأي هيدجر الذي تعرفنا عليه في مقدمة الدرس والذي قال بأن الإنسان هو كائن الأبعاد يمكننا أن نعتبر أن هذه الصور تتحرك في الأبعاد الزمنية المختلفة فتبقى الطريق سالك بين المخيلة والذاكرة والإدراك كيف؟ فالصورة أدركها في لحظة ما فتبقى في الذاكرة لكي أستعين بها عندما أتخيل فإذن أدرك أحفظ في الذاكرة فأتخيل الإدراك أولا الحفظ في الذاكرة ومن ثم التخيل ولكن بعد أن تعرفنا على كيفية عمل الخيال وطبيعته بنظر التجريبيين لابد لنا هنا أن نميز بين الصورة المتخيلة والصورة الأصلية التي أدركتها في وقت سابق فالصورة المتخيلة بنظر التجريبيين تختلف عن الصورة الأصلية لهذا تكون الصورة المخيلة مشوهة وضعيفة لماذا؟ لأنها ليست الأصلية فالصورة الواضحة هي الصورة التي التقدتها لحظة الإدراك في السابق أما عندما أستعيد هذه الصورة أو أتخيلها فإنها تأتي صورة ضعيفة لأنها ليست الأصلية ما المهم في كل هذا الكلام؟ المهم بنظر هذه المدرسة أي المدرسة التجريبية هو أن الإنسان لا يمكن أن يتخيل شيئاً ما لم تتكون عنده صورة مسبقة فالإدراك الحسي إذن يسبق الخيال والخيال يستعين بالصور التي تلتقطها الحواس وتحفظها في الذاكرة أو في الفكر أو في الدماغ ولدعم فكرتهم يلجأ التجريبيون إلى مثال الأعمى بالولادة فالأعمى بالولادة ليس بمقدوره أن يتخيل أو أن يفقها معنى اللون لأنه لم تتكون عنده صورة بصرية وكذلك المولود الأصام لن يعرف الصورة الصوتية لأنه أيضاً لم تتكون عنده صورة صوتية فهل للمولود أصمم أن يدرك شيئاً عن الموسيقى أو أن يتخيل لحناً ما بالتأكيد لا لأنه لم تتكون عنده في الصابق أي صورة صوتية حتى الخيال الذي يعتبر خيالاً خلاقاً والذي ممكن أن يبتكر بواسطته صوراً جديدة لم يعرفها الإنسان في الصابق قد صور التي نراها في القصص الخرافية وفي الفن يعتبر التجربيون أن هذه الصور لم تأتي بجديد ويفسرونها من منطلق الإدراك الحسي فالرسام في تخيله لحرية البحر مثلاً لم يبدع هذه الصورة من مختلف جوانبها لأن الطبيعة كانت قد خلقت البحر والسمكة والمرأة وما قام به الرسام هنا هو أنه فقط أعاد بناء الصور المدركة سابقاً بطريقة مختلفة وغير مألوفة الفكرة الأساسية التي نستنتجها في كل ما قلناه عن النظرية التجربية إذن هي أن الإدراك هو في أساس كل عملية تخيلية وأن المخيلة ليست سوى مجرد قوة تنصيق للإدراكات والصور الذهنية ويكون بالتالي غنى المخيلة المبدعة على قدر غنى الإدراكات والذكريات التي تنطلق منها فالمدركات الحسية إذن تحفظ في الذهن كما تحفظ الصور الفوتوغرافية في ألبوم الصور والخيال يعمل على استعادة هذه الصور المخزنة فكيف يمكن أن نوافق التجربيين على فكرة أن الخيال ليس سوى عملية استعادة للصور؟ فهل يمكن اختصار كل ابتكار وإبداع فني أو علمي أو أدبي على اعتباره عملية استعادة للصور؟ من هنا اعتبر التجربيون أن الخيال يستعيد الصور بعدة الطرق فيمكن للخيال أن يستعيد صورة مخزنة في الذهن كما هي مثل ما يحصل عندما نستعيد صورة الحبيب أثناء غيابه عنه ويسمى هذا النوع بنظر التجربيين يسمى بالخيال البسيط كما يمكن أن يستعيد الخيال عدة صور ويركبها مع بعضها البعض لنحصل على صورة جديدة مبتكرة كصورة حرية البحر مثلا التي سبق وتكلمنا عليها أو كصورة القنطروس التي نراها في الأساطير الخرافية القديمة والتي هي عبارة عن كائن خرافي مكون من رأس حصان وجسم إنسان وأجنح الطائر ويسمى هذا النوع من الخيال بالخيال المركب أخيرا يمكن اختصار كل آراء المدرسة التجربية والقول بأن الإدراك الحسي بنظر التجربيين هو أساس الخيال وأمن قوة الخيال ترتكز على كمية الصور المخزنة في الذهن وأنه كلما كانت كمية الصور المخزنة كبيرة تصبح القدرة على تركيب الصور أكبر إلى هنا نكون قد استعرضنا أهم الأفكار التي يجب أن نعرفها عن النظرية التجربية على أن ندرس في فيديو آخر النظرية الظواهرية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر